بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بكم ابناء الطلاب طلاب برايماري فورم مع حصة جديدة من حصة مستر ساينز مع مستر شريف الهواري لسن فايف برضو هنفضل نتكلم عن موضوع اللزبيد خلص انتوا اكيد دلوقتي اتعلمتوا ازاي تعملوا كالكليشن للزبيد عرفتوا تحت اللزبيد عرفتوا يعني زبيد بصفة عامة عرفنا كمان يا ولاد في الدروس اللي فاتت ان اللزبيد والكينيتيك انرجي طبعا معتمدين على بعض كل ما يكون عندك كينيتيك انرجي عالية يبنت عندك هاي سبيد وده اللي هنتكلم عنه بقى فدرسينا كمان النهاردة هنتكلم فيه عن حاجة اسمها تشينجينج سبيد ازاي نغير السرعة بتاعتنا تعال نشوف بص على الصورتين دول كده وجاوب السؤال السؤال بيقولك يعني في اي صورة من الاتنين دول يرادل قدامكم دول السواء لازم يدوس الفرامل بتاعت العربية تسنو داوين زا سبيد ازا كار تقولي يا ميسر اكيد هنا في كده الساين بتاعت ستوب دي علامة ستوب دي فلازم هنا يستخدم البادل اف ذا بريكس اللي هي الدواسة بتاعت الفرامل زا ما احنا بنقول عشان يوقف العربية بتاعته بالضبط كده هو كده عمل حاجة اسمها ايه؟ هو كده عمل حاجة اسمها تشينجينج سبيد هو كده غير السرعة بتاعته لو انت عايز تخلي السيارة بتاعتك او العربية بتاعتك تتحرك اسرع او انت نفسك تتحرك اسرع لازم تزود الكينيتك انرجي بتاعتك تمام؟ لو انت عايز الابجيك دا يتحرك ابطأ بسرعة او بحركة ابطأ يعني واضح جدا ان الاسبيد بتاعت البادي ودي مهم عشان لو قدتلكها في تشوز او في كمبيت ان السرعة بتاعتك بتاعتمد على الكينيتك انرجي الموجودة عندك او العكس ممكن يقلب لك السؤال الكينيتك انرجي دا بيند او سبيد لو انت بتجرب سرعة كبيرة باكن يبنت اكيد عندك هاير كينيتك انرجي طيب فورس اوبجيكت موف يعني فورسز ميك اوبجيكت موف يعني ايه الفورسز اللي بتخلي الابجيكت يولا تتحرك؟ تعالوا تشوف دي قلناها في الكنسفت الاول لو تفتكوا انا عند عربية بذوقها فاكيد طبعا عشان تتحرك اسرع انا لازم اديها طبعا فورس او بيجر فورس قوة اكبر طب انا لما هزقق اكتر انا وانا في الماركت مع ماما وبحرك الترولي كده بتاعت اللي بنحط فين حاجة بتاعتنا كل ما هزقق اكتر هاير فورس طبعا اتوين ايه او اتس سبيد انكريس برافا عليك طب وانت سبيد اف دا موفينج اوبجيكت انكريس خلي بالك بقى وانت بتزود كده السرعة بتاعت العجلة بتاعت الماركت دي او العربية بتاعت تتسوق دي اللي احنا بنحط فين حاجة بتاعتنا اكيد تس كينيتك انرجي انكريس هيا كمان شفت بقى تخيله انت بتعملوا كينيتك انرجي انت مش حاسين ازاي ايه بقى يا ولاد الاكزامبل ستول تعالوا نشوف انت سواء بتسوق عربيتك وعايز العربية تتحرك اسرع اكيد طبعا هيدوس على دواست البنزين عشان تدوس او تزود البنزين اللي هتحطه في الانجين بتاعت العربية بتاعتك صح؟ اكيد طبعا انا عايز اجري بسرعة شوية بالعربية بتاعتيا يا مستر هدوس بنزين اكتر عشان اعمل سيند مور جازولين انتو ذا انجين عشان يعني ابعت بنزين اكتر للمحرك بتاع العربية وبعدين ده يخلي المحرك بتاعك يحول كمية كبيرة من البوتينشال انرجي اللي موجودة انجاز في البنزين او في الجازولين طبعا لطاقة حركة فين في المحرك بتاع العربية يعني كاينك بتقول انا بدوس بنزين يا مستر عشان خاطر الكميكال بتينشال انرجي اللي موجودة في الجازولين تشينج انتو كاينيتك انرجي انذا كار انجين في محرك العربية طيب انا حاولتها الكاينيتك اني ده المهم نكمل بقى الكاينيتك انرجي تقدر حركة اللي انت اديتها العربية دي هتخلي طبعا الويلز العجل يمشي اسرع العربية تسرع طب احنا عرفنا زي مستر الكار بتاعتنا بتجري بسرعة ممكن بقى نعرف ازاي بتبطق تعالوا نشوف يلا خلي بالك if the driver wants a car to slow down السوائق بقى اما راضي عايز يبطق سرعة العربية هيعمل ايه he takes his foot off the gas بدل هيرفع رجلي يعني take off so the amount of gasoline that sent to the engine decrease اه طبعا اكيد انا هدي سرعة اي راح رفع رجلي من على البنزين فالamount of gasoline that sent to the engine decrease اكيد طبعا كميت ببنزين هتقلي اللي انت كنت بتديها للانجين المحرك فاللي يحصل that produce the kinetic energy also a will decrease اكيد طبعا طاقة الحركة اللي هتطلع هتقل so the car will slow down gradually until it stop تبدل العربية تهدي بقى سرعية الحد مطاع ليه due to the friction force between the car tires and the road ساعتها بقى the friction force هتظهر جدا تلعبها كل شوية عمال تهدي تهدي ليه يعني في friction force وكمان the kinetic energy decrease from the previous الخلاصة بايا مستر we can conclude that we can make a car speed up and slow down احنا ممكن نخلي العربية تسرع او تبطأ by increasing ايه بقى or reducing the force applied to the vehicle to change the speed يعني انت تقدر تخلي العربية تسرع او تبطأ اللي انت تزود او تقلل القوة بتاعت رجليك اللي انت بتأثر بها على الفيكل للسيارة and how to change the speed اه هنا نشوف check understanding يا ولاد if an object goes faster this means that it has less kinetic energy ينفع الكلام ده وانت لما تجري بسرع يبا انت عندك less kinetic energy لا طبعا مستر مور when the driver presses the more on the gas pedal ده زيادة زود الضغطة بتاعته على وسط البنزين the car move faster اكيد طبعا صح يالا نكمل يا ولاد activity number 11 يا ولاد الجزء اللي باقي من الدرس ده بيتكلم عن حاجة اسمها train race اه هو هنا بيتكلم ان انت لو عايز مسلا تشتري لعبة اللعبة دي اه عندك واحدة تانية زيها في البيت قديمة بس انت عايز تحدثها بقى وتجيب حاجة احدث فبقولك ايه بيقولك هنا use what you know about speed استخدم اللي انت تعلمته عن speed to compare two toys that is faster than the other يعني انت عايز تشوف مين فيهم اصبع منه التانية فبقولك احمد likes toy train احمد بيحب لعبة القطر اللعبة so he want to get a new one هو عايز يشتري واحدة جديدة a new toy تمام طيب فبقولك ان the catalog of the new train الكتالوج بتاع اللعبة الجديدة show that it travel four meters every every eight seconds يعني بتحرك اربعة متر كل ثمان ثواني مالش ايه انا نقصة اولا ده بكملها وبعطي لكم في sheet الجديد every eight seconds طب احمد عمل ايه بعد كده قالك طب انا ده بيمشي اربعة متر كل ثمان ثواني يعني كل ثمان ثواني يكون مش اربعة متر قالك لما روح بقى هشوف القطر القديم بتاعي فعمل ايه احمد tested his old train اختبر القطر القديم بتاعه لا بيمشي ايه بقى three meters in twelve seconds ثلاثة متر في اتناشر سنة هنا بيمشي اربعة متر في ثمان ثواني هنا بيمشي ثلاثة متر في اتناشر سنة قالك خلاص انا هعمل ايه انا هعمل كالكوليشن كده حساب للزبيت بتاع كل واحد فيهم واشوف طبعا مين فيهم افضل تعالوا نشوف حمل ايه اول حاجة طبعا احنا عارفين يا ولاد من الرول بتاعت الزبيت او القانون بتاعها يعني القاعدة بتاعتها speed equal distance over time ما اش هيمسها قالك ان هو بيمشي يعني يطلع الزبيت بتاعته 0.5 متر طبع القطر القديم هو قالك بيمشي ثلاثة متر كل اتناشر سنة يعني يطلع فيها 0.24 هنا 0.25 اولاد يبه هنا ميتر برساكند 0.25 اما هنا 0.5 مين اصرع هتنصحوا بايه طبعا النيوترين طبعا احمد احمد موف اتاريت 0.25 متر برساكند ربع متر في السنة فطبعا مين افضل ياولاد كده اكيد الاطر الجديد بكده ياولاد خلصنا طبعا الجزء الاخير ده الجزء اللي هو الاكتيفتي شوية بتاع الابدنس هنا انشاء الله ندرسوا الحصة اللي جاية كل التوفيلي اشوفكم ان شاء الله على خير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته